اشتركوا في القناة من دون حراك فعلي يترجم بدعوة رئيس المجلس النيابي العقد جلسة انتخال عوامل عدة متعلقة بالملف اهمة اسرار فريق الرئيس ماكرون على تبني ترشيح اسلامان فرنجي فيما الخارجية الفرنسية تنفي تبني ترشيح اي شخص حراك مرشح الثناء الشيعي اسلامان فرنجي بين دمشق وبكركي مهددا المسيحيين بعدم تكرار التجارب المريرة والقبول بالتسوية الكبرى التي يمثلها هو مراهنة فريق باريس الممانعة على تغيير موقف السعودية الملتزمة بعدم التسميات وتمسكها بمواصفات اهمة ان لا يكون من محور الممانعة وان لا يكون منغمسا بالفساد المالي والسياسي وسط عدم الدعوة لانتخاب رئيس عقدت جلسة تشريعية بعد تأمين النصاب القانوني لتطيير الانتخابات البلدية وكان لضيفي النائب الساجية عاطية عدود كتلة الاعتدال الوطني دورا في تأجيل الانتخابات أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أستاذ سجيع قبل ما بلش معك لو سمحت بدي شير أنه بالمحور الثاني سيكون ضيفي الكاتب السياسي بشارة خير الله والمحلل السياسي نضاد السبع صباح الخير أستاذ سجيع عاطية أكيد نحن رح نحكي انتخابات بدي انطلئ من موقفك لو سمحت ببداية الأذار نسيره باسم السليمان في حال لم يكن هناك فيتو سعودي عليه يمكن هيدا أول بتصور أول تصريح يدعم السليمان الفرنجي بعد 11 جلسة علما أنه دائما كنتم يعني تصوتون بورقة لبنان أو لبنان أول لبنان الجديد ليش كنتوا دائما مع لبنان الجديد واليوم صرتوا مع السليمان الفرنجي بداية أنا بدي أعيد كمان للأخوي بعيد الفتر المبارك وكل الأعياد المسيحيين إن شاء الله بنعادت على الكل إن شاء الله عليكم بالخير والسلامة بالنسبة لسؤالك بصراحة بعد 11 جالسة بتوصل لوقت لازم تخلق نفة حيوية بعد ما شفنا في ريكيول هاكي لمشيل المعوض والمعارضة بلشتن قصيم وطلع وليد جمبلاط منها ومعن بخرف وليد جمبلاط بعد ما طلع منها كان يضلوا جماعة اللقاء الديموقراطي ماشي به لا أخر مدي بلشوا يعني بعد 11 اللقاء الديموقراطي صار يقولوا إنه بيسوا نفتش عطى ثلاثة أسماء بتتذكر يعني عمليا خف عدده ل بشكل سبيل ميشيل معواط معواط خف عدده لميشيل معواط بقى لبنان الجديد نحنا كنا نتراوح بين 7-8-9-10 كمان حسب لمحطة كان يطلب منه الاستيز ميشيل إنه بيسوا يكون كم اسم تعلو لي نعطيه أول جلسي نتوزع الأدوار بصراحة يعني بمعنى نحنا بدنا حدا عطيتونا بشكل المعوض فيه يعني أخذ سوطان ثلاثة مرة أخذ أربع أصوات كان حبيب يطلع فوق الأربعين وهاك نحنا الجو العام تبعنا إذا بدك كتلي جونا مش نمشي بنفس النهج الكنسابي بدنا نعمل الجو إذا بدك يكون في نفس جديد بالاقتصاد والانفتاح على المحيط العربي وعلى المجتمع الدولي ونحنا متأكدين رغم إمكانياته لم يشيل معواط بس لأنه شوي كان في تبني كتير واضح إذا بدك وستعمل كمرشح تحدي تبني واضح لشو من القوات اللبنانية ومن 14 إدار إذا بدك بيّنوا كأنه مشيل معواص مرشح تحدي إلى 8 إدار هيدا بخليه تحدي بالبداية بيّن يعني أنتو هيدا زعجكم أنه في تبني من قبل الخوات لا لا ما زعجنا بالعكس إحنا على تنسيق معهم بالبداية كمعونا نفسق مع الكل يعني صرتوا مجتمعين مع رئيس الحزب سامي جميل لا نحنا وسامي جميل في كتير من التنسيق إذا بدك كتير من التناغم معه للشيخ سامي وحبين كنا نكون هالكتلة الكبيرة يضغطها طيب وصلنا لمطرح أنه أتبر أنه وصلنا لمطرح أنه صار في تحدي يعني ما بقى فيك تفوت أنت ما بينجح بصراحة اليوم حتى سليمان الفرنجية هلأ إذا ضل دايش نحن عم نقول سليمان الفرنجية بدون فيتو سعودي لحتى السعودي يساعد سليمان لأنه بأناعة أكيدة الشخص ما بيعمل شي البرنامج اللي بيعمل شي التوافق اللي بيعمل شي التعاون على مهام معينة تعمل شي ما بقى الأشخاص كلهم بيشبهوا بعضهم إذا بني أحكيه لك بصدق بس إنما اليوم المنحة اللي جاي هو عندنا تحدي كبير اقتصادي اللي نطلع بالبلد على الأحسان طيب وهذا التحدي الاقتصادي ما فيك تطلع أنت بعيد عن جو السعودي وعن العلاقة مع السعودية بهذا الموضوع طيب اليوم السعودي حتى اليوم السعودي رافض سليمان الفرنج ليش بعدك هناك تمسك أبداً لأن حضرتك عم تقول نحن نسل وسليمان الفرنجية إذا ما في فيتو سعودي إذا ما في فيتو سعودي ما قالنا مصلحة طيب حضرتك أكيد بدنا نفس جديد في الاقتصاد طيب هل أسليمان الفرنجية يعطي نفساً جديداً بالاقتصاد بالسياسة بالممارسة بالأصلاح بي 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 يعني أنتوا عم تنشوا النفس الجديد أين النفس الجديد أنا ما عم بنتقدي أنا عم ناتش لا واضح أنا معك ونحن هيدا النقاش اللي عم بتحكيه على الصوت عالي يا حضرتك عم نيقشوا من بعضنا. وهيدا نيقاش بدن النواب كلهم. اه نحنا واقعين بمقاسي فعلا بالبلد. اه انه اليوم المصالح الشخصية والعليقات الشخصية ما ما بتنفعنا بقى. بدنا نبقى نحنا ولادنا ويبقى في بلد. نعم. لزلك نحنا عم نحكي محيلة شخصية مرشحة. انه تعالى نشوف المهام العليا التوافق عم فينا ننجح فيها نحنا وياك. سليمان فرنجي بمحل معيان. هلأ بتقلي بعد الممانعة او الفرنسوية ما بقى في ممانعة. بتأديري اليوم ما بقى في ممانعة. ممانعة باي معنى. يعني بمعنى انه كان ايران وكان اليمن وكان السوري والعراقي وحظ بالله. نحنا منا شايفين انه بقى في ممانعة. سقطت. سقطت. ما بقى في شي اسمه محور ممانعة في لبنان. في حزب الله اللي كان مقوم بعدش فيه حزب سياسي لازم يلتفت للداخل لانه عملية ما بقى عنده امتداد بالعمل المقاوم خارج لبنان. ما هو مقبول بقى. متفائل كتير بعد الاتفاق السعودي الايراني. لقلك لاش اكيد لانه اليمني بقى يقبل حزب الله يتدخل لو نيك ما اليمن هلأ باحسن علاقة وبالله شو يتبدو لاسراء وما بقى يعني كان اليوم حزب الله عنده اه ازا بدك اسباب للعداء او للخصومة مع السعودية. اليوم ازا باليمن عميله لدخيلك لا بقى تدخل احنا مزبطين حالنا. والتسوي ماشي محمد بن سلمان بده احسن علاقة مع اليمنيين. طيب. ازا بالعراق اليوم يقصد نعمل التوازن بسرية الاسد. اوكي. مزبط وضعه تماما وفيت على السعودية واستفارات. ما بقى حدا قال له مصلحة حزب الله يطلع على هالدول هاي دي. اوكي. ويكون جزء من هالمحور اللي عم بتحكي عنه. لزلك محور الممانعة انا بتقديري سقط. وكأن شعار الممانعة باتجاه الدول العربية والخليجية. اي ما حكي نتهي اشو اللي احنا. مش ضد اسرائيل. ضد اسرائيل كلنا ضد اسرائيل. اوكي. كلنا ممانعة على اسرائيل. بس عمليا كان في جزء ضد اسرائيل وكان في سلوك عم بينفر من الجو السعودي والخليجي اللي كان غلط. طلعت حزب الله على هالدول هاي دي. كلنا كنا ضدها لانه ما قلنا مصلحة كاللبنين. بدنا الحياد نحنا. بدنا الاعتدال بالعلاقات. بدنا مصلحنا مع السعودية والمقتربين اللي عندنا. السعودية بحاجة الان ونحنا بحاجة لا لا. ولازم نكون لنكون تحت سقف السيادة. بدنا نكون بعلاقة متوازية وبحسن العلاقة مع الكل. اليوم ما بقى في داعي. اه حتى حزب الله ازا بتلاحظ اعلامه. تسكرت كل الازاعات اللي كانت ازا بتضحي. تتابع على اليمنية. اللي اجعل لك انه بمحلة معين حتى اليمنية. اليوم كان في عنده مشكلة حزب الله يقول انا السعودية ما بتخليني اطلع حج وما بيعطوني للشيعة وكذا. اليوم فتحت لهم قد ما بداك. عبقى جاي رئيس اليمني. اه شو اسمه? الرئيس السعودي. اه وطالع على ايران والايراني جاي على سوريا. على اسرائيل. السفرات بين سوريا وبان خلاص. يعني صار في ازا بدك زلزال بالجو العام. اه كله سوا. حزب الله اكيد بده يغير من منهجيته بالتعاطي. طيب. بده يلتفت للداخل. وهذا اللي بدنا اياه منه. يعني نحنا بدنا اياه بقى تعالى نكون نحن وياك. طيب بغض النظر اذا كان سليمان الفرنجية يمثل. لاش لقى لك حاجة سليمان الفرنجية وان حسنته هون. اوكي. سليمان الفرنجية بتقلي عنده امكانيه. هادي نقاط الضعف بالعلاقة مع حزب الله. وبالعلاقة مع السوريين. نحنا بنشوفها يمكن بعد شوي هلأ بهالتحق أو التعاون السعودي الايراني يمكن تكون نقاط قوة. نعم. بس ما بتكفي. لكن سليمان الفرنجية لديه نقاط بس فاستفن. اذا سليمان الفرنجية عنده نقاط قوة في ترشيحه او لقيادة البلد في السنوات الستة المقبلة. اذا ما اخر الضوء الاغضاء من السعودي بموضوع الاصلاح والملفات اللي توقع اثنان وعشرين ملف على ايام سعد الحريري ينعطى الضوء الاغضاء ان احنا جاهزين لا حتى ننفذها ومفروض فيها. طيب سليمان الفرنجية ما بدنا نعتبره انه ممانعة. ولا حزب الله ممانعة. حزب الله حزب متقدم ولبدكيه ولبرال البدكيه. المهم. لكن. انا خدت كتير. انا عم بروح معك كتير بس. لكن. عظيم. انا ما اقول ممانعة العلاقة مع الخليجي. لكن حزب الله والرئيس بري. وسليمان الفرنجية وغيرهم. هن هذه المنظومة اللي حكي عنهم السفير السعودي اللي حكيت عنهم السعوديين. المملكة العربية السعوديين. انه هذه الطبقة ما بدنا ياها بقى تجي. بدنا نخب. بدنا اذا بدك انا قلمنا اظافيرا. ما بدنا نقول شي. اليوم اسلامان الفرنجية يمثل النفس الجديد الذي يريده اللبنانيون. ويريده المجتمع الدولي. ويريده السعودي. ويريده كل العالم. لك انا اجتماعك معه. وهي الاسئلة اللي سألتوا اياها. انه اليوم انت شو حملنا شي جديد لهالبلاد. بغض النظر عن السياسي السابقة. وانت عندك نقاط ضعف في موضوع التصائك بحزب الله. وعلاقتك مع السوري. بكل صراحة. انه نحنا اليوم بدنا نقول والله اسلامان الفرنجية. بالعاطسي بنحبك والله ابن الشمال وشاب متلنا وطيب وصريح وصادق. وفي من الصفات الشخصية هو طيبة. طيب اليوم انت اعطي افضلية لسليمان الفرنجية. شو حاملنا. اقول لي اخي انا اول شغلي انا مرين. يعني انا بطلع رئيس جمهورية. ما اعمل رئيس بدون ما اعمل مشاركة مع القوات ومع العونية. تاني يوم بطلع انا طلع عند سامير جعجع. وثالث يوم طلع عند سامي جميل ورايح لعند ميشيل عون. انا ما بقبل المسيحي يضغيب. ما بنجح. هيدا النفس جديد. ما لقينيه قبل. شغلي تاني يا استاذ فادي. عندك موضوع العلاقة مع سوريا. عنده الامكانية او عنده من السيئة انه يساعدنا شوي بمنع التهريب واعادة النازحين. واذا بدك لحدود والترسيم بعد شوي ترسيم لحدود. هولي اسليمان الفرنجية. انا قلت له. قلت له لازم يلاقوك الجماعة لا يكونوا هالنقاط ضعف. نقاط قوي. لازم السوري يقول انا بدي اعطي الاسليمين ما اعطيته لحدة تاني. لازم حزب الله يقول انا بدي اعطي الاسليمين ما اعطيته لحدة تاني. طب ليش بدون يعطوه الاسليمين ما اعطوه لاميشيل عون. ان كان السوري او حزب الله. ما كان في هال اتفاق السعودي الايراني اللي ريحهم شوي من هالجبهة. وكان في مساومة لانه هني بالنهية حزب ممويل. ما زال في سعودي. اليوم في اتفاق. يعني نحنا. عفوا. نحن شرب حيني جميلة حدا انه اذا السوري بدو يعطينا لأي رئيس كان. لان بيكون بضغط سعودي. لان احد اهم الشروط للتطبيع هي التخفيف الوطأ السوري في لبنان من خلال النزوح السوري. بدو يعطي مكاسب لصديقه حليفه التاريخ السوري. بمحله معين بدك تريحه للسوري. انا اليوم السوري اذا فد بيكبيش معه ما فيني ارجع المليونان سائح لعنده. بدو يفوت بنقاش وحوار معه. بدو يقول له انا اعطيني مكاسب من علاتك. انا صديق وجيت لقلك. وانا خوفي اكتر من هاك بنرجع عالسين سينة ونرجع كمان موضوع انو سوريا تصير هي مستل ملف اللبناني وتألف حكومات وتفوت بالاقتصاد وكزا. اسلامان الفرنجية عم بيقول انا اه سيادتي وكرامة لبنان منها هاك. هلا بتقلي اه انا انا ناطر كمان اكتر من السوري من حزب الله يعطو اشارات نحو اه اذا بدك ضمانات معيني لسلامان الفرنجية لا تكون نقاط قوي. الفرنساوي شو عم بيقول? عم بيقول الفرنساوي بنفس النفس. اذا جبنا سلامان الفرنجية وجبنا نواف سلام من محل تاني. يمكن نخلق توافق عام ونعمل هالنهضة الافصادية. الفرنساوي كتير مهتم. هلا اتفاجأنا مبارح انو طلعت وزارة الخارجية ونفت هالموضوع. علما انو بالسلوك وبالحدثان وبالتفاصيل. ما مبين قسا عندن ازا بدك ايجابية تجاه سلامان الفرنجية. لانو يمكن شايفين انو فين يقاط قوة متل ما احنا شايفين. طيب. بس انا بقول لك. اذا سلامان فرنجية. ظل الفيتو. سلامان الفرنجية زيته مش حيترشح. وهاك اكد اي ماتا رح نعرف. ليش بعده الثناء الشيعي بعده مصر. علما انو الفيتو السعودي بعده الحديث اليوم. فينا ننكر. اي ما مبين في ابط باط واضحة. عاصي ما في ابط باط واضحة. هلأ بالاعلام كمان عم بي. ما في منا واضحة يعني. لو توضح لنا. بده يكون في ازا بدك ايجابية او سلوك شوية. اي ماتا اجتمعت مع سلامان الفرنجية. من كم يوم. من كم يوم. قال لك شو صار. الجو السعودي شو عبر هو مرتاح للجو السعودي. ما بقى في فيتو. لحد هلأ في ورقة بيضان. ما في تأييد. انا بالنص. عم يتحسم الوضع. لانو كمان باعتقد اللقاء اللي بده يصير بالمملكة او الاجتماع الخمس دول. هيدا حيوجه بشكل اساسي اكتر. يعني بمعنى يبدو كمان الدول الخمسي مش كتير على تناغم بمحل معين. ويبدو كلهم قاعدين ليطلعوا بصيغة وحدة. يعني ليستيعدون. حنقصمهم للجامعة. كلنا مقصومين حنقصم الدول علينا. طيب استيس سجيع. تقديري انا بده شوية وعدت. طيب. يعني وزيرة الخارجية. وزيرة الخارجية كانت واضحة. طيب. هيدا بدو يبعد. اما يقرب اسلامية الفرنجية الانتخابة. انا اعتقد اذا واضح. الوزارة الخارجية عم بتقول انا مش هسمي اسلامية الفرنجية. وماني مسميه حدا. لا. هيدا ببعد. هيدا ببعد احتمالية وصوله اكتر. لانو فرنسا دولة عزمة. ومن الدول اللي مهمة. وهي شريكة اليوم بعد شوية معنا بالاقتصاد اللبناني بالنفط والمطار وهلأ فتحين الباب. وفي هالعلاقة العاطفية التاريخية بين لبنان وبينهم. اذا فرنسا اليوم بده تحط فيتو. او بده تنفي هالعلاقة او بتبطل بتأسر كتير سلبا على وصول اسلامية الفرنجية. واسلامية الفرنجية كان واضح. انو انا ما بنجح الا بشبه توافق. وانا ما بنجح اذا ما في موافقة سعودية. كان واضح. يعني انا ما حق احرشكون. بكل صدق حكي اذا. انا ما حق احرشكون لو كنتوا ازا 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 حسين انا ما بوصل البلد. انا ما قلي مصلحة. انا ما بدي فوت اعمل نفس يعني نفس الحصارة اللي كان سابق على عهد رئيس ميشيل عون. زلمي وعيلا تماما. عظيم. ونحن هيك بدنا. ما بدنا نرجع. خلينا بهذه النقطة. نحن بانتظار رفع الفيتو السعودي عن ترشيح اسلامية. يعني هلأ نحن ما نحكيها على الصوت عالي بس بصراحة فيها انتقاصك تليل السيادي. بس انه هيدا الوقت. هيدا نحن نضعف. ونحن بحاجة الى. لو حتى الرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسة. يعني لن يصبح لدينا رئيس قبل ان ترفع السعودية الفيتو عن اسلامية الفرنجية. او توجه على حدثين جديد. او توجه. يعني ازا طلع على وكرة السعودي بالاتفاق الخماسي والدول. او يا خي نحن والله بدنا كلنا متفقين على قائد الجيش. انا بعتقد ساعة بصير افضلية لقائد الجيش. لانه كل مكونات المجتمع اللبناني مقتنع انه بدنا اه انفتاح على محيطنا العربي وانفتاح على محيط على الدول الاقليبية وخاصة موضوع كمان بيمشي حزب الله ورئيس بري في حال اتفق الخماسي. على قائد الجيش. ما ايران حتقلون يا شباب نمشوا. السورية حتقلون نمشوا. ما في دول الا مصلحة مع هالاجتماعي ده. يعني السعودي له موني كتير كبيري اليوم على الايراني. والعكس. لذلك اصبح الحراك اللبناني الداخلي محدود اه قدام هالتنسيق الدول اللي اللي عم بيصير. عم بينسوا بملفات موجودة. هلا لبنان ما فين ما فين الا ما يكون على طويلة البحث. لبنان ما دخل الانماء لسورية. ما دخل اللي عادت الاعمار. مدخل اعلامي. مدخل ثقافي. لبور والمرفق تبعنا بدي يكون للعراق اساس. انا شخصيا حاسس فيه تفاقل. فيه نهضة كبيرة بالبلد. السعودية اليوم النهضة الاقتصادية او الانمائية او الاعمار اللي ما تتوسع اللي عم تعملها. ما بتنمى بلى العلاقة مع الكادر اللبناني الزكي. ومع الاي تي اللبناني. ايا ايا كادر لبناني الزكي. بس عطيني ثانية. ايا كادر لبناني. نحن بالالفين عظيم. نحن لحظة. بزعلوا مننا الشباب. لا بالعكس هلا الشباب بس يسموا على السؤال ما رح يزعلوا. صدر. نحن من الالفين وتسعتاش في ثورة ضد هذه المنظومة. هذه المنظومة يعني هايدي السلطة تمام. هايدي المنظومة عم يجي يقلها الـ IMF وكل العالم تقلها في عندها اصلاحات واحد. اتنين ثلاثة. حديتي اليوم. الدولار شبق بالمية ورجع شوية صغيرة. وبعدنا عم نتكاذب. ما عم نحكي عنه. لا لا لا. بعدنا عم نتكاذب انه يبا نحن راحين الى تفاؤل. اذا بنا نخلق شخصية او نرجع نولد شخصية من داخل هذه المنظومة. اي تفاؤل الشباب بدون يقامنوا فيه. لك اعملنا انتخابات استاذ فادي. وللأسف الانتخابات خلتنا نطلع 50 50. تقريبا 50. عزيم. عزيم. ما قشت الانتخابات عملتنا 70 30 لحتى نقدر تغير. عزيم. نحن الشعب مسؤول عم تحكيه مية بالمية صح. وانا اكتر من هيك معك. فزدين وخربونا وصرقونا المال العام والخاص. وهشلونا. شو ما بدك انا معك فيه? وانا اكتر منك عندي نقمي عهو المنظومة. بس بمحلة معين ازا بعدنا نحنا معلقين قبزاتنا عم نشحد الخبز من هالدول. وبعدنا نحنا ضمن ما قدرنا نعمل انقلاب كتير كبير. في جزء ازا ما تغيرت السلوك تبعنا وكسبنا الثقة. لاش عملك المهام والخطة والتوافق عليها. بعدان الشخص مش مهم انه اسلمان فرنجيه احسن ميشيل امعوض ولا ميشيل احسن. بس في غير اسماء. مبعث قادر جيش بجنة يعني كلنا مني. انا ما مشكلتي الشخص. انت تصع نواب بتكتل الاعتدال الوطني. نعم. طيب الى جانبكم في المعارضة الكتائب القوات المستقلين. ما هذا نعمل حواليا. طيب ليه ما توفقتوا على جهاد ازعوب مثلا حبيب الزغبي نعمة فريم صلاح احنين زياد بارود. يعني في اسماء متداولة وكل الناس يقد تكون موافع عليها. ليش هال يعني ان كان الكتائب او القوات او المسائلين بيقولوا نحن حتى اليوم متنسكين بميشيل ليش ممنوصا. ما بيوصل. ما نحن احنا قداش بممسي. طيب يا خيير. قالوا الرئيس بري. قالكم الرئيس بري للجميع. جيبوا 55 وانا مستعد استدعيكم. اعملكون جلسة. طيب اذا جماعتوا كلكن سوا. هونيك 44 وانتو تسعة. بعد كمناية بيتشاجع بيصيروا 55. ما بدك 65 لتنجح. عم نعمل جبهة ما جينا حسبناهم. هيدا هيدا ازا الشيخ سامي. لا لا مش طلطي. بيصدق. هلا اليوم انا عمل لكم مسؤولة عن كلامي. اذا اليوم فينا نوصل للخمسة في ستين. احنا جهزين. بس مشكلتنا. هيدا تحدي. قالكم رئيس بري. فيه 55. جيبوا لي خيير. توافقوا على 55. اسم. على اسم واحد. توافقوا يخيي على 55. ما توافقنا. كل حدا عنده حدا. مشكلتنا الاقطاب. بيضل في حدا. مثلا. مثلا يمكن. نعمة فريم. حبيب الزغبي غير متداول يعني. بس ممكن تتوافقوا على صحاح. بس كلهم ازااجوا هادولي. و ازا افقنا عليهم. معك. ما معك الجو الشيعي معك بحكي بصراحة. اليوم الجو المسيحي مش معك مع سلمانة فرنجيه. منو مع سلمانة فرنجيه المسيحي. اوكي. كيف بدك تفرض رئيس منو مع الجو المسيحي. بس ازا اشت السعودي. ازا اشت السعودي. كفي له الفترة. حتا اكيد الموني علي القوات. بيتمشي القوات برأيك. انا انو رح ترجلن لك ان اذا اليوم كان في ضامنات للسعودية من ما بعرف مين يا سوريا يا مسلمين فرنسا يا فرنسا يا مان كتائب بمشي كتائب الكتائب بعتقد ما قالوا على بتقديري ما قالوا على السعودي بالمعركة الانتخابية لالك لاشي الانتخابات السابقة في كتير جهات اباضيت وساعة دول السعودية ما فيه الا موني عليها شو هالحاكي انت اليوم بتكون عطيني مصري لا اعمل نايب استاذ فادي بدك تجي اليوم الاستحاق لمعايا بدي سلفك ردلك الموقف المسلف نية ما حكيهم بصراحة مثل مين هنا يعني فيه علاقات كتير كبيرة بين القوات وبان الاشتراكية مع السعودية بالانتخابات وبقبل وبقبل طيب هدول هولي اقطاب ممكن تأسر علينا السعودية لابل اكيد ما حتقلهم لا وذا بتلاحظ القوات هلا باخر لحظة عم بيقولوا نحنا لحد هلا سليمين ناطريني شوي لن تشوف شو بدهم لبعدان نعمل اجتمع انا جورجا عايص عم بيقول لي نحنا لن نمشي باي نصيحة لن لتاريخ اليوم يعني فيه عطول فيه ريهان انه القوات او حدا من المعارضة تتغير يمكن ما يمشوا بس فيه احتمال يمشوا بس انا ما قالك انا ما تقول انت تجمعوا بعضكم بدنا ستة وثمانين بدنا نظامنا شعل بنا نظامنا سيء انه لاش اليوم بدو يجي رئيس الحكومي بثلاثين واربعين نيب وبدو يجي رئيس مجلس بخمسة وستين ورئيس جمهوريه بدو يجي بخمسة وثمانين وستة وثمانين بابا عندو صلاحيات فيه مقاربة اليوم دائما تطالب المعارضة انه خيي بحسوا عن ميشيل المعود لان ما عم بيجيب اربة واربين طيب اليوم فيه فيتو ان كان مسيحي في عنا كتلتين كبيرتين قوات تيار الوطن الحر اضافة الى الكتائب وتجدد حاودي اذا بدك كل المسيحيين اغلبهم رفضين سلايمين فرنجي لماذا الثناء الشيعي لا يغير الاسم لاذا لا يطرح اسما بديلا انه خلي يمشوا فيه تيصير فيه تقارب على الاقل بينتزع الفيتو السعودي وينتزع الفيتو المسيحي عن هذا الوطن ماذا بدين يعملوا هين بتعرف لو في الجبهة معارضة محصنة مضبوط لحد هلا قوة هلا الدول اللي ضيعت الكل تدخل الدول استياس فادي السناء الشيعي ضل مع الرئيس ميشيل عن سنتين ونص هلا بيقولك انا اللي معه شهران هلا قلون شهران او 3 مرشحين سلايمين فرنجي لا ترشيح سلايمين فرنجي لا تشوف من اول السنة بشباط بيعتق بس انها ترشيح جلسة ورقة بيضة هيدا هيدا شو وهيدي بدعة كمان مقلة طعمي هلا بتسألني انا رأيه اليوم حق فرنجية ترشيحوا مع هالشباب ومننزل لتحت ومنعمل انتخابات وهلي بينجح الله يوفه وهيدا الغياب عن الجلسات والابيضة وانسحاب وكذا هيدا بدعة فنجي هيدا التفاف على الدستور وعلى الانون انت نايب اليوم موكل من الناس لا تنزل تنتخي يعني هذا الرئيس بري غلق اخطأ فيها السناء الشيعي اخطأ فيها وهلا اليوم المسيحي اذا بينسحبوا عم يخطأوا فيها ما قالوا حق ما قالوا حق بنسحبوا من شو يعني اذا ما ينسحب من الجلسات القوتي او الكتائب او نحنا او مدري مين ما ينسحب انا بتقدري هذا خطأ مجلس النيابة هو هو الانتخاب بننزل بنضل قوعدين تحت بنضل قوعدين لانتخاب رئيس وهول يطلع من هنه وبعد التان يوم بنعمل جلسة بنتوافق على المهام كلنا متفقين عل علاقة مع السعودية وكلنا متفقين علا ان الطائب كلنا متفقين علا علاق مع الغرب كلنا متفقين علا انه مرحلة الاقتصادية وانماقية والبنك الدولة متفقين بان بعضنا انه أولا ماتفقين انه قander ا parachضعت عن طاولة وقالوا يا خي خلاص تبدلت العالم حوالينا بيسوى نحن نتكيف مع المحيطة حوالينا السوريين ممنوع بقى يظلوا هام مليونان لجي يعني بيقبض السوري أكثر مني أنا نيب مش زابطة تاني شي ما فينا نحملهم بقى حدودنا فالتي ما بتزبط عملنا الدعم 22 مليار دولار أخدون المهربجية كلنا على الحدود على أيام حكومة حسين ديائب هلأ اليوم طيب أي ومستمرة ما حكومة رئيس نجيب ميقاتي ما في وقف الدعم هلأ بس هلأ بس هلأ في اخر شي يعني طيب عم نزلط على حسين ديائب بسترجع كان حسين ديائب حسين ديائب كان عمل لما قاله رئيس بري مجلس النيابي أنا عمله مجلس النيابي أكثر من حسين ديائب حسين ديائب عمره سنة بس فيه مخضرامين عمره 20-30 سنة كيف الرئيس بري بده يغير أداءه السياسي ويفرض على أي مسؤول آخر بالمرحلة المقبلة لماذا الرهان بعد على الرئيس بري أنه يصلح الأداء السياسي ونروح على الإصلاح وصلنا على الحضيد ما بقى في شي خلص هالصناديق هالصناديق اللي كانت عم تنعمها لنا الشفيت ما بقى في كل الأحزاب ما أني بالبلد 7-8 ما خلوا شي والزعوم كيف عملوا زعومات استاذ فادي عملوا زعومات على المال العام وعلى مالي ومالها كذلك كلهم كلهم ما تفكر في حدا بري أكثر من التاني اليوم عملوا أحزاب صاروا زعومة طواقف صاروا ياخدوا من صناديق الدولة يعطوا له طواقفهم وبرئيس بري بيقول لك بكل صراحة هالغو الطائفي أنا ببطل أجيب لطيفتي يا منوش في كلنا سوا مثل بعض يا أما إذا ضل في استغلال الطائفي أنا أول واحد أنا شو سميها سكين على البطيخ شو بيقول لها دلماسك على السكين يا بطيخ ولا أنا شو بعمل حكيها هاك الزلمين وكلهم هاك أنا اليوم بتقلي أنت مقتنع بهذا الكلام مقتنع هكذا يدار بلد لا أبدا وهنا وصلنا لذلك هنا وصلنا بس مش وحده مش وحده لاش إنه صندوق المهجرين كان أحسن يعني ولا الصناديق اللي عملت ولا اللي عم يحصل بموضوع ميديل إيست مبارح ستين مليون دولارة ملزمة طلعت وزير ماضي قبل مجلس الوزراء طلع ما في أي كنترول عليها صفقة المطار مبارح لو ما زلنا بكل قوتنا والأم تي فيي ونزلت وعملت أينيلا مخرج لي ما كنا قدرنا طلعنا منها وهلأ في قد ما بدك هدر قد ما بدك يعني الموضوع هلو بتقلي جيل انتخابات البلدية اجلناها لأنه هلعشر ملايين أننا نعمل امتحانات رسمية فيهم عنا ألف ومئة بات حيوقعوا على روص الناس في لبنان اليوم بعد آخر إحصاء من الزلزال يعني الواحد هولي بدهم تعويضات لأنه في تحت منهم مدينة هاي دي حتوقع الموضوع موضوع مش حجة هاي دي أستاذ سجير أخدتني على موضوع الانتخابات البلدية ما ليش يعني بس حضرتك كنت رأس حربي بالدعوة إلى التأجيل أو زتوا عليك كلهم كمهما هيك شو حد زتا كلهم بالدنيا ها عظيم بس زاتي تعليق وأنا استشارتوا كلهم قبل ما أقدم الاقتراح من زتت أنا أقدمتوا بمبادرة مني وحكيت بالمجلس حكيت أنا رئيس بلدية منتعشر سنين وبعرف تفاصيل وكيف بتصير وحعطيك الأسباب اللي أكتر شي أنا أعطيني إيجابية وحدة للانتخابات اليوم إيجابية وحدة سألتم كلهم بالمجلس أعطوني إيجابية وحدة دموقراطية أي دموقراطية بـ 15% حيصير لعبك نسبة الانتخاب أي دموقراطية إذا الناس ما معتاك ولعبك ما حدا بنتخب إلا ما يقبض نصاري منك وكل كن طالعين من الانتخابات وكل كن دفعين مصاري لكن ما كان فيهم لأن الرؤسة البلديات والمنتخبين عارفين أنه ما رح يقدروا يدفعوا للناس ها هي السياسيين نحن السياسيين نحن أولاد مناطق ما بدنا نجيب نيس أعملنا انتخابات بلدية بأزمة متوترة أكتر أي ما تعمل بالألفين واثنين وعشرين أصدق انتخابات نيابية نعملت لأنه كان لازم تغير شوي على أبع وليس ما بدنا نغير على صعيد المحل يعني لقلك شغلة تختلف هيدا اليوم أنت عم تخلق أكيب سياسي على المستوى النيابي لتغيض منهجية الدولة وننشير الفساد ونحسن المنظومة على المستوى البلدي بلدي عملها إنمائي بحث والإنماء بدوا مال وما في مال يعني اليوم أنت ما تجيب بلدية طيب أنا بدي سألك سؤال إذا لا في مرشحين عندي بعكار بترشح خمس تلاف ومئتين طلاق ما تقدم ولا طلاق بسيس سجيع أنت بتعرف الناس اللي حديد هلأ حتى السياسيين ما كانوا عارفين أنه بيتركوا الأمور لآخر نهار تيقولوا إذا فيه انتخابات أولى كيف واحد بد يروح يترشح مش معروف قداش بده يدفع مش معروف شو هي شو لازم يعمل ته يترشح معنا من زدتها على المرشحين على القوى السياسية هي المسؤولة لأ بدك إياها بصدق بصدق إمكانيات كانت اللوجستية والمادية كتير خفيفة وأكيد وأنا قلتلون إياها بالجلسة كمان فيه توجس عند السياسيين من إجراء لأنه ما فيه هيبي بده تزيد المشاكل فيه كلفي ما فيه استفادي منها فيه التوجس السياسي فيه هاجس السياسي والهاجس أنه تحصل بسبب ما فيه استفادي منها ما فيه استفادي للقوى السياسية يلي أرادت التعطيل مئة بالمئة أنا أش اليوم كان هايب بضايعتي أش ولي مصلحة أعمل انتخابات إذا اليوم ما بدي استفيد منها لأنه أنا إذا بدي استفيد منها بخليه بعد سنة سنتان بزيد العصب تبعي ببعمل ليحتي بضل إخت خمسين بالمئة هلا ما بستفيد حكيتها بكل صراحة قدامه أنا بتعرفني أنا بيحكيه مثل مينون هايدي قصة قصة تانية وقالها كان لازم تحضروا حالكم من قبل بسنة تاني شي ما تم التحضير ما في جينا هلا ما في ميل بس أنا عم قل لك اليوم نحنا النتيجة اللي بدها تعطينا يا هل بالانتخابات الجديدة ش بدي بالخلفية السياسية المزبوطة إلى حد ما إلى حد ما عندها تأثير بالنتيجة الإنمائية ما عندي إمكانية لا ما تدي باب مشاكل كبير انقسامات بتضيع ما في هيبة ومشاكل مبارح عنا قتلوا شيخان بعضهم مليد الخلات على خلفية الانتخابات السابعة يعني ما عن انت بدك بصراحة اليوم ما في هيبة دولة بلبنان كله مبارح سكنت الفهود هاي السكنة اللي هون كل الأنفاق بتفق بيروت نفق المطار سرقلوا الكهبة من تحت منه كلها سواء أستاذ فهدي بالتالي ما في هيبة كيبك تعمل هيبة لتعمل انتخابات عبكرة بطلعوا بيكبوا سنديق من السنويات والمدارس بتقلي هيدي حجي طيب بقلك أنا طيب يا عمي إذا عملت بلدي حضرتك يا أستاذ سجي أنت نائب في هذه الأمة عم تجي تنتقد ما في هيبة لهذه الدولة لك أنا بسؤول عنها يا أستاذ لك لا مش عم بقلك بس لو كشوف لحد ديت وين وصلنا أنه الدولة تهرب من الانتخابات لأن ليس لديها هيبة وبترجع بتقلي لازم نجيب حدا من هذه المنظومة أنا مش عملك لك حضرتك يا أستاذ سجي يعني لو ما فيه فيتو الصعودة كنا منقبل بأي شخصية يقبل بها طرف واحد بس هذا الشريك يفرض يعني ما فيه جلسات ما في يفرض الله ما في يفرض اليوم بده ياخد عدد إذا في 86 ما بيطلع حدا لماذا معنا جلسات متتالية لماذا الدورات الثانية دائما يرفع نصابة عندهم عدد تقلولوا للناس لاش الناس أنا عارفي أنه في حدا غابي اليوم بالبلد كل الناس طعف سياسي أكثر مني مليون أنا ما أقلك لاش مش عارفين أنه فيه تعطيل كان قبل من السناء الشيعي ما خلا يصير فيه جلسات لاش السناء الشيعي مع التيار الوطني لو من أول يوم نزلوا كلهم سوا وما حطوا الورق البيضاء وتزيكوا على العالم ونزلنا نحن ونقاينا وترشحوا اثنان ثلاثة وينزل سليمين ومشاهلهم عوض ما بعرف مين وجوزيف عون ما كنا خلصنا مين ما يجيجي مين بالمين ما اشعنا أنا أكثر واحد عم بيلومون أنه انتوا عبطلتوا يا السناء الشيعي بالأول هلا السناء المسيحي اللي عم بيعطي مش عم بيعطي لا بنسحب من الجلسات أنا لاش ما يطلع من الجلسات والقوات اللبنانية لاش عم يطلع العوني لاش طلع من الجلسات الدوات الكتائب وكل القوى المعارضة ولا مرة يطلعوا من الجلسة هلا ما يطلعوا بالأم يدعي الرئيس بري يتحداههم يدعي الرئيس بري وينزلوا على الانتخابات ما في جلسات بس إذا دعا الرئيس بري ينزلوا ما أعلنوا ما هينزلوا ما أعلنه للدكتور جع جع ما قلنا يعهم ونا احتضrone هنحن وإياه ما بنزل أنا ما هاسمحلهم حتى الشيخ سامي وقتي اللي حكيني ولا أنا ما هاسمحلهم وقت اللي بدن بيعطلوا وقت اللي بدنوا يعني عم تعمل مثلهم صارت صارت مثلهم ما أنت على أساس بي الصبي صارنا عم نعمل مثلهم عطل السنائي الشيعي والتيار الوطني هاي المنظومة اللي كنا محملينا عم نجي نحن هلأ عم نقول لهم أنه صارنا مثلكون أنتوا جبتوا فلين نحن يا خيهات لا ننزل كلنا سوا بس قبل ما ننزل كلنا سوا نقعد كلنا سوا مع بعضنا ونحط منيقات الأساسية مشان العدد ما يغلب المنطق الإصلاحي للبلد مية بالمية عشو اختلفوا يخي اختلفوا بتاع شو بدون المعارضة فيهم أحزاب ما كلهم يستقلين مثلنا أنا ما عندي خلفية يا حدا أنا فرقوني بدي أخلص بدي بلد لأنه أنا ما عندي حزب لعندي مكاسب سياسي بس أنا اليوم إذا القواتي عنده صديقي اللي قاله بيمونع لها بعد شوي وبدو يحسب لبعد ست سنين شو بدو يعمل كيف بدو يحسن موقع الحزب مين مين المرشح الأساسي للقوات المنينية شو قالولك عطيه الإسمان بتتذكر عطيهن ما اللي هو جوزيف عان وصلاح صلاحنان صلاحنان ومبعث تالت في حدا تالت كان عندهن هولي هني جهد أزعور لا جهد أزعور كان عند العونية عند الكتائب عند الكتائب ما سمع حدا كان من ضمن الصياء صلاحنان يعني ما عنده مشكلة الكتائب لا إذا بك تحكي منطة الكتائب أكتر شي كانوا عندهن المعونة كانوا مساعدين العونية نفس القصة أجول العونية بدي نجيبوا حطوا فيتو على جوزيف عان وحطوا فيتو على مع حفظ الألقاب وعلى صلاحنان وعلى جهد على شو اسمه التاني نعمة فريم وعلى حطوا لك أربع خمس فيتوات وقول لك تعال نجيب سليك يعني ما خلات حدا ما كمان غلط المنطق اليوم السليم إذا بدي أحكي اليوم أنا أستاذ فادي اليوم أنا لازم كل النواب ينزلوا ونقعد بهالجلسة قبل من نتخبر رئيس يقول يا خيفي عنا سبعة من نقاط أساسية بدنا نتعاون عليهم مثل معدات اللاكي هم موضوع الاستراتيجية والسلاح على السعودية والخليج واحترام الطائف وموضوع على الإصلاح البنك الدولي والمجتمع الدولي اللي نفتاح علىها بدنا نقتنع على عليته على لأنه مجبورين فيه صار هو مثل الختم نفتح على المجتمع الدولي لو كان في علام ولحظات كتير حظب الله بأخيرا ما قالوا حق حظب الله ما قالوا حق يقول أنا ما بدي اتعاطي مع البنك الدولي بكر إذا قالوا لسلامينة فرنجية ما تروح على المشرك على مصندوق النقد وعلنا مباريح أنه أنا ضد حظب الله بموضوع البنك الدولي ما فيك لكن البنك الدولي عنده منو اجتماعي البنك الدولي هي مؤسسة عندك سفير كتير قاسي بموضوع الشروف بس أصبحت ممر الزيمي لتفوت على بقية المؤسسات المنحة ما في حزب الله يقول ما فيه ليش عامل لك حزب الله مرهنين على المرون يتابعوا اكتر من الاول لانه ما بقى عنده مشاكل كتير ما نجح الاتفاق ما نجح الاتفاق شو بنا عميل نرجع من نتبكه ما قلت لك ما نحكي بصدق احسن شي اليوم على اذا الله بيحبنا يضلوا مكملين هالجماعة مع بعضون يساعدونا بانتقاء يعني يسلي ثلاث اربع عسمين يخي سليمين ومشي لهم عوض وجهد ازعروا كزا نزلوا يا شباب بضلوا بالمجلس بيتناقش بينسحبوا لبعضهم وبيتناقشوا هاللي بيطلع معنا بس على هالست نيقات سبع نيقات المتفين على اليون لا حتى نعمل ورشة عمل مجلس نيوي بيبلش بالقوانين تجي اللي يجيين تشتغل نجيب لنا كم خبير بيفهم بالاقصادي يحسن وضعنا شوي هالمجلس الوزر يجي حكومة يكون عندها صلاحيات السنائية يكونوا اقطاب مش لما كل واحد يرجع لما علمه سبعة ثمانية لا كل يوم كل يوم حضرتك اليوم مع حكومة اقطاب يا خي لا اهش تجي انت تعملت الوقت الحكومة التكنوكورب بالزمان جبناهم بالزمانات كل واحد هيدا مش حكومة هيدا كانت مسرحية كانت مسرحية يجوا يتحملوا مسؤولية هن الاخطاب وصلونا لهون يعني طيب موجودين ما قال انتخابات اللي قازتنا كلنا انا ما قالك انا ما فيني يقلوا للشيع يقوم في اللي عني وجيب ثلاثين نيب ما فيني يقول للقواتي ما بدي اعترف فيك وعنده عشرين نيب ما فيني يقول للعوني وعنده ثمنتعشر نيب الاحزاب بعدها ما هيبقى على البلد اللي خربت البلد الله لا يسامحون بدك ادعي اكثر من هاك الاحزاب اللي خربتنا والله محكي لك بسراحة لكن اليوم نحنا البلد معطل معطل بحكم الانتظار لحتى نشوف هالدول الخمسة شو بديو يطلع معنا ومعطل الى حين ما تنزل ساعة الرحمان وننزل كلنا سواء على هالمجلس النيابي ونقعد نضل النيعش ونتخبط لنطلع بشخصية عند الحد الممكن طبق هالكم نقطة الاساسية لنصلي عن نبي ونصلي بيدنا عوجنا ونبلش مرحل جديد يبقى البلد لانه الناس ما بقى تحمل وللبلد بقى يحمل وخلاص يعني وصلنا على الحضيد السوريين لازم اليوم قبل بكرة نبلش بيطلعطهم لازم تهريب لازم يمنع هلأ مع اسرائيل فيه استاتيكم عين موضوع النفط لازم نبلش نفتح المجال لبقية الشركات تجي تعمل تنقيب عنا ورشة عمل قد ما بدك لبنان غني لبنان الوقيمي لك اذا طمينا بالبحر مليون متر مليون عبعاش تلاف دولار عشرة مليار عوضنا نص الأموال المدعين كل شي يقلون لبنانية إذا عادت استيسفادية 18 مليار دولار رحوا خبصوا ونحطوهم مع بعضهم ستين سبعين مليار حطوا السوري والسعودي والخليجي والأمريكاني والسراء والأدمي مع اللبناني يا قوادم كان 34 مليار بدلا ما تكبن للمهارجية على حدود عليك ليعطي نص الأهل اللبناني يظل يعلم ولاده فيهم جانا زعران على حكم البلد بدنا نطلع من هالزعران بدنا نعمل آلية ليوصلوا للقوادم بتقلي بدنا نكعبش بدنا نكعبش بدنا نيدال بدنا نيدال الإعلام اللي هو دور كبير كتر خيركم ونحن هاللي خربون لبيوتنا بدنا نحاول نحن وياكم أنا بدأ أشرك أساس سجعة نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله هذا الكلام يخشية لك كي تويوصل ما بعرف بعد كم سنة للأسل متابعي صوت لبنان تابعونا بعض اللحظات سيكون ضيفي بشارة خير الله ونضال السبع بعد البريك ترجمة نانسي قنقر